تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بملاحقة منفذي الهجوم الانتحاري الذي وقع قرب مطار كابل وأصفر عن مقتل 13 جندياً أمريكياً وعشرات المدنيين الأفغان. وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض جدد بايدن التزامه إنجاز انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في الواحد وثلاثين من غشت على الرغم من الأصوات التي تطالبه وبعضها من داخل حزبه بالبقاء لما بعد هذه المهلة النهائية من أجل استكمال عمليات الإجلاء. وقال بايدن إنه خلال الأيام المقبلة هناك متسع من الوقت لإجلاء المواطنين الأمريكيين وأكبر عدد ممكن من طالب اللجوء الأفغان الذين تمت الموافقة على طلباتهم. وشدد الرئيس الأمريكي على أن عمليات الإجلاء ستتواصل من مطار كابل على الرغم من الهجوم.